في زيارة هي الأولى له إلى مصر منذ 12 عاماً التقى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في قصر الاتحادية بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي وإذا كان إيقاف الحرب في غزة قد تصدر أجندة مباحثات الزعيمين إلا أن زيارة التي وصفها الإعلام المصري بالتاريخية ربما تمثل أيضاً نقطة تحول حاسمة في العلاقات الثنائية الملبدة بالاضطراب منذ الإطاحة بحكم الإخوان في مصر قد يصعب على من عايش لجج ما يصفه كثيرون بالحرب الباردة بين القاهرة وأنقرة منذ الإطاحة بحكم الإخوان في مصر في 2013 أن ينظر إلى الاستقبال الحافل للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في القاهرة من دون أن يرى فصول القطيعة بينهما وهي تطوى إلى غير رجعة لكن ذوبان جليد القطيعة لم يبدأ في الرابع عشر من فبراير فمن المصافحة التاريخية التي جمعت الرئيسين على هامش مونديال قطر قبل عامين مروراً بالمساعدات المصرية لتركيا بعد زلزالها المدمر العام الماضي ووصولاً إلى استئناف البلدين العلاقات الدبلوماسية رسمياً في يوليو الفائت كانت كل المؤشرات تدلل على ذوبان مضطرد لجليد الخلافات وسط إعادة استفاف إقليمي أعاد أنقرة إلى الفضاء الخليجي في السنوات الأخيرة وجاءت الحرب في غزة وفق المحللين على الجانبين لتنفخ في أشريعة التقارب إلى حد جعل البلدين يضعانها في صدارة مباحثات السيسي وأردوغان سنواصل تعاوننا وتضامننا مع إخوتنا المصريين لوقف حمام الدم في غزة وعلى المدى المتوسط نحن مستعدون للعمل مع مصر لأجل تعافي وإعادة إعمار غزة بيد أن الاقتصاد يلعب دوراً محورياً في زيارة إردوغان لمصر حتى وإن اختار البلدان عنواناً رئيسياً مختلفاً لمباحثات القاهرة فالتبادل التجاري نمى إلى نحو ستة مليارات دولار في الأشهر الأخيرة وسط توازن واضح في الميزان التجاري وإن كانت صادرات الطاقة وتحديداً الغاز تمثل شريحة وازنة من صادرات مصر لتركيا المتعطشة لإمدادات بديلة لروسيا وإيران وهناك خطط كشف عنها الرئيسان لزيادة التبادل بينهما بثلاثة أضعاف في غضون عوام قليلة مصر حالياً الشريك التجاري الأول لتركيا في إفريقيا كما أن تركيا تعد من أهم مقاصد الصادرات المصرية وأفاق التقارب المصري التركي بدت جلية خلال الأشهر الماضية بدءاً من تحديد مصر أخيراً حجم الاستثمارات التركية لديها بأكثر من مليار دولار لا سيما في قطاع الصناعات الثقيلة والهامة وتزامن ذلك مع إزاحة أنقرة ستارة عن صفقة عسكرية مرتقبة لمصر تشمل مسيرات بيرقدار لنقاش هذا الموضوع نضم لينا من القاهرة رئيس قسم الشؤون الدولية بالأهرام العربي أسامة الدليل ومن إسطنبول الكاتب والمحلل السياسي وعضو حزب العدالة والتنمية يوسف كاتب أولو مرحباً بكما ضيفي الكريمين دمعك سيد أسامة هل طويت صفحة الخلاف بين القاهرة وأنقرة أتصور أنه بهذه الزيارة وبهذه المراسم التي أسعدتنا جميعاً هذه الصفحة قد أصبحت من الماضي وعلى الرغم من أن العلاقة مع أنقرة ليست علاقة لينة أو سهلة عموماً لأنه نمط السياسة الخارجية التركية عادة ما بينزع إلى أنه فين مصالح تركية دائماً يوجد دائماً أردوغان بصرف النظر عن وجود خط سابت لهذه السياسة هي سياسة تتسم بالبراجماتية عموماً ولكن أرى أن هذه الزيارة في الحقيقة أغلقت صفحة قاسية جداً في العلاقة بين البلدين لتفتح صفحة أخرى تمتلأ بالكثير في الحقيقة من التحديات والكثير من العمل فيما بين الجانبين وليست غزة فحسب هي عنوان الصفحة الجديدة بل أيضاً توجد صفحة ليبيا وتوجد صفحة التعاون في شرق المتوسط وهناك الكثير في الحقيقة من الممكن أن يقال في هذا السياق سيد يوسف ما شروط اكتمال هذا الطي لصفحة الخلاف بين القاهرة وأنقرة وهل أردوغان الذي قال في يوم من الأيام لن أقابل السيسي ولن أصافحه ثم اليوم يزور القاهرة بمراسم احتفالية مثل هذه هل لديه المرونة الكافية ضيفي من القاهرة يقول علاقة مع القاهرة بشكل عام صعب هل لديه المرونة الكافية ليلبي المزيد مما تريده القاهرة يا سيدي لا شروط مسبقة ولا هناك يعني العلاقات بين الدول عموماً وبين تركيا والعالم العربي والدول الجوار والمنطقة تحديداً هي علاقة مبنية على المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة رأينا في الآونة الأخيرة أن هناك تغيير في السياسة الخارجية التركية ووفق هذا المبدأ وبالتالي نعم هناك استدارة وتصوير المشاكل وحل الفتح قلمات الحوار للمشاكل العالقة والملفات الشائكة وبالتالي الاستدارة كانت وبداية مع دول الخليج الإمارات السعودية مثال على ذلك استكمال لذلك الآن فتح قلمات الحوار ليس الآن وإنما منذ سنتين بداية من عام 2022 كان اللقاء التحضيري أو الأول في قطر والثاني في الرياض والآن توجد هذه الجهود إلى زيارة الرئيس الجب طيب أردوان إلى مصر وبالتالي نعم العلاقة الآن مبنية على الاحترام المتبادل وعلى المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة هذا أولاً ثانياً تركيا ومصر هم دولتان لديهم تاريخ مشترك ولديهم الكثير من القواصم المشتركة ودولتان إقليميتان كبريتان في هذه المنطقة وبالتالي من يريد أن يحاول أن يقع بينهما ذهبت هذه المحاولات أدراج الرياح منتدى الشرق المتوسط تم تهميش تركيا الآن تركيا ومصر الآن ينويان بقوة أن يكون هناك تعاون استراتيجي بينهما خصوصاً في موضوع الطاقة والشرق المتوسط هناك الكثير يا سيدي اليونان قبرص فرنسا أوروبا كل دولة تبحث عن مصالحها بالتأكيد وبالتالي تركيا الآن تقوم بإعادة سياغة المحاور ومعادلة موازين القوة وتقول أنها أيضاً موجودة في هذه المنطقة وأيضاً لدي مصالح وعلاقات يجب أن تكون استراتيجية دعني أسأل سيد وصابة هنا الآن مع مصر هل لدى القاهرة سياسة جديدة فيها هامش من التفهم والمرونة لدى تركيا موقف يتعلق بحركة الإخوان المسلمين وهناك شخصيات معارضة مصرية تقيم على الأراضي التركية رغم تقليص ذلك مع استئناف وإعادة إحياء العلاقات في السنوات الماضية لكن ما يزال هناك العشرات موجودين في تركيا هل تتفهم القاهرة أنه ليس على أنقرة أن تغير وجهة نظرها أو استضافتها لهؤلاء أو مبدأها الأيدولوجي حتى ورغم ذلك تكون العلاقات جيدة في الحقيقة أن هذا الملف من الملفات الخطيرة والتي قد تهدد بالفعل مستقبل العلاقة ما بين القاهرة وأنقرة أنقرة ترى أنها حامية لبعض القيم المعينة ونحن نحترم إرادة تركيا في أن تفرق قيمها على أرضها ولكن فيما يتصل بوجود قنوات إعلامية تهاجم الدولة المصرية والحكومة المصرية مثلا فيما يتصل بوجود جماعات معارضة معينة طبعا مش كل جماعات المعارضة لأن هناك فصيل معارض أعلن عن ترحيبه الكامل بهذه الزيارة في إشارة إلى أن من الممكن أن يكون في تفاوض بشأن موضوع المعارضين ولكن هناك جنح متشدد وهذا الجنح المتشدد في الحقيقة هو العقبة ولكن لا يمكن إلقاء اللوم بالكامل على أنقرة لأنها في النهاية لديها قيم معينة كانت تحافظ عليها طيلة الوقت فيما تعلق بالتعامل مع بعض حركات الإسلام السياسي وأتصور أن مثل هذا الملف الوقت كفيل به ولكن لا ينبغي أبدا أن يقف حجر عثرة في تعاون استراتيجي واسع مثلا في شرع حوض المتوسط أو في ليبيا أو حتى في جهود إعادة إعمار غزة وتركيا لها رغبة قديمة في الحقيقة في أن تتولى وهذا الأمر لابد إذا كان ينبغي أن يتم لابد أن يتم من خلال التفاهم مع القاهرة والتناغم ما بين الطرفين وبالتالي موضوع المعارضة الموجودة في تركيا هو موضوع شائك فعلا وأنا أتفق مع حضرتك ولكن هذا موضوع قابل إلى أن الوقت يكون كفيل به هل تغير الموقف التركي وموقف أردغان نفسه رغم أن العلاقة الآن تعاد ورغم الجهود والفوائد والمنافع التي قد تنبني بالنسبة لدولتين لكن هل ما يزال موقف أردغان سيد يوسف هو نفسه من بعض المسائل المبدئية خاصة في الحالة المصرية هل ما نشهده الآن من صفحة جديدة هو عبارة عن إدارة خلاف ووضعه جانبا دون التخلي عنه مبدئيا والانصراف إلى المنافع المشتركة وما يمكن إنتاجه سويا يا زيدي دائما العلاقات بين الدول يكون هناك ملفات شائكة ويكون هناك خلافات المهم هو أن يكون هناك فتح قنوات حوار لحل هذه الخلافات والوصول إلى حلول وسط القضية ملفاني شائكة أتوقع أو عدة ملفات على رأسها شرق البحر المتوسط يتم الآن الحديث عن كيفية التعاون المشترك ملف ليبيا اليوم تم صرف جملة مهمة جدا أثناء اللقاء بين الرئيسين عندما تم ذكر على لسان الرئيس السيسي بأن تركيا ومصر متفقتان على ما يتم طرحه في ليبيا وقبول أن هناك تركيا موجودة في ليبيا الملف الإخوان تركيا يا سيدي لا تجرم الفكر ولا القوانين التركية لا تتعامل مع الإخوان الموجودين أو المعارضة المنتملة للإخوان المسلمين في تركيا على أنها منظمة إرهابية وهذا يتعارض مع تقييمهم بالنسبة لمصر هذا الملف الخلافي بين الدولتين لن يشكل عقبة في هذا الموضوع وبالتالي كما تفضل ضيفك مصر تحترم القوانين التركية وتركيا بالمقابل لا تسمح أن يكون هناك هجوم على سيادة دولة أو أن تستخدم منصة للهجوم على دولة ما وبالتالي هناك نوع من ما يسمى إدارة هذه الأزمة بحكمة وذكاء وحنكة لا تؤثر على الأعلاقات المتنامية بين الدول تركيا كدولة ومصر كدولة تركيا كشعب ومصر كشعب والقيادات الموجودة التي تريد أن يكون هناك تطوير وازدهار والوصول إلى التعاون والتكافر والتضامن إلى علاقة استراتيجية مهمة أتوقع هذا الأصل في هذه المرحلة وخصوصا أننا نتكلم عن أمور غير مستقرة غزة وما تقول إليه الأمور الآن داني داني في مسألة غزة ما الذي يمكن أن ينتج عن تنسيق أردوغان السيسي في مسألة غزة الآن وهل مبدأ السياسة الخارجية وسياسة التعاطي مع هذا الملف متقارب لأن لدى مصر سياسة ومنهجية معينة ويدير الملف قطاعا وبالدرجة الأولى جهاز المخابرات وفي تركيا إدارة الملف تكون بطريقة أخرى وفي الغالب ديبلوماسية هل السؤال لي؟ نعم سيد سامة في الحقيقة أن السياسة الخارجية التركية الآن يقودها وزير خارجية هو أصلا كان مدير جهاز المخابرات التركية وبالتالي هذا مفيد للغاية في التعاطي التركي مع هذه الجهود أيضا مصر التي بالفعل تعتبر أن الملف الغزي أو في غزة هو ملف أمني بامتياز أيضا تجد أرضية مشتركة مع تركيا في التعاطي مع هذا الملف والواقع أن الوضع في غزة الآن وصل إلى مرحلة غاية في الخطورة وتستدعي في الحقيقة توحيد الكثير من المواقف خاصة أن الجانبين المصري والتركي متفقان تماما على رفض التهجير القصري ورفض تفريغ قطاع غزة من سكانه باتجاه مصر وهذا مفيد للغاية فيما يتعلق بالتعاطي مع ملفات غزة ما بعض الحرب وأنه يكون فيه أرضية مشتركة للتعاون أيضا فيما يتعلق بموضوع المساعدات نحن نعلم أن هناك إسهام تركي وإلى جوار كثير من الإسهامات الدولية ومصر في الحقيقة تقدم كل شيء ولكن المشكلة طيلة الوقت في عقبات يضعها الطرف الإسرائيلي والتي حتى منذ ساعات قليلة إلا أن إسرائيل تتعنت وهناك إسرائيليون يقومون بإعاقة حركة الشاحنات وهذا أمر لابد من حسمه بشكل سريع والضغط في اتجاه إنهاء هذا الوضع من أجل إغاثة 2 مليون تقريبا أو أكثر من 1.5 مليون متواجدين في ظروف غاية في الخطورة ووضع قد ينزر بمزبحة كبيرة لا يمكن أن يتحملها ضمير العالم سيد يوسف ما الذي يريده أردغان من مصر وفي مسألة غزة ما النقطة الأساس بالنسبة لأردغان التي يمكن أن يسق فيها مع القاهرة يا سيدي ما يريده الرئيس أردغان من مصر هو أن إعادة التحالفات الاستراتيجية في جميع المجالات وأهم مجال هو مجال الطاقة وخصوصا شرق بحر المتوسط وأن يكون هناك تعاون مشترك وأن يرتقي إلى التعاون الاستراتيجي وشراكة مستدامة ثم أيضا في ملف الصناعات الدفاعية تركيا الآن تريد وهي تعلم بأن مصر لديها الآن اهتمام كبير بالصناعات الدفاعية التركية وأن يكون هناك صفقات مع تركيا في هذا المجال هذا على المستوى الاقتصادي أم على المستوى السياسي والإقليمي نعم موضوع غزة موضوع مهم جدا وكان هناك إعطاء بعض التصريحات الهامة من قبل الرئيس أردغان تركيا لا تعترف ولن ترضى ولن يكون هناك له أي مكان على الخارطة في ما يسمى سياسة التهجير القصري من غزة لسكانها الأصليين ويتم التنسيق وأن تركيا ومصر دولتان يجب أن يكون ضامنتان في موضوع وقف اطلاق النار ويجب أن يتم بشكل سريع وإدخال المساعدات الطبية والغذائية بأسرع وقت ممكن ثم بعد ذلك تناول موضوع الملف الأسرع وتبادل الرهائم تركيا ترى بأن مصر هي علاقتها يجب أن تكون هذه العلاقة علاقة استراتيجية علاقة رفعة المستوى وتم اعتماد مبدئيا في هذا اللقاء اليوم على أن يتم عقد اجتماع كل سنتين مرة على مستوى ما يسمى اجتماع عالي المستوى للعلاقات الاستراتيجية بين الطرفين على مستوى كل المجالات اقتصادية ودفاعية وسياسية وبالتالي الآن صفحة جديدة بكل معنى الكلمة وزيارة تاريخية وتم أيضا طلبة الدعوة أن هناك استضافة للرئيس السيسي في شهر نيسان إبريل القادم ليزور تركيا إذن التركيا تعيد ضبط الإقاع في المنطقة وتعيد التوازنات الإقليمية وتربك الذين يريدون أن يستفردوا بالثروات الموجودة وأن يكون لهم نصيب ويهمش تركيا تركيا الآن تعيد هذه الصياغة مرة أخرى شكرا لكم ضيفي الكريمين يوسف كاتب أغلو من اسطنبول وضيفي من القاهرة أسامة الدليل شكرا جزيلا لكم